اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو لايكون على جدول في هذا الوقت الذي يبقى فالاخوان كتسمعوا واحد القضية دي لانه بقى 80 يوم او بقى شهرين ونص او بقى او بقى او بقى او بقى بغيت نقول لكم إذا كنتم تخدموا من هنا القدام ساعتين ستكون عندكم 160 ساعة توجد لهذا المتحان وهذا 160 ساعة كافية لتوجد له وبهذا الخصوص درك لكم هذا الفيش هادي اللي قدرت فيها شنو خصوصكم تتاخدو فهذا الوقت هذي اللي بقات في المواد بربعة السواع اللي تخدمو يعني فكل نهار وكندوي اعلى الى بديتي من دابا خصوصك جو سواع في النهار ماحد الوقت كيزيد وخصوصك تزيد سواع يعني لكتي بقي ما بديتيش من هنا واحد شهر خصوصك تضير بعد السواع في النهار فاللي بغي يمشي مرتاح يبدأ من دابا واللي بغي يبارني شوية الوقت مرحبا بي معانا في العرض ديال الدرايف اللي فيها الشروحات اللي تسهل عليك شوية للفهامة ولا الحفظ لهاد المواد داته قو معايا باش نشرح لكم هاد الفيش كيفاش تتماشوا معا بون الاخوان هادا هو العرض ديال الجيهاوي كنت خلق الواحد الدرايف اللي فيه المواد بربعة العربية وفرنسي واجتماعيات وتربية اسلامية اللي ستستفل من هاد العرض هو انك غدي تستوعب الدروس ديال المواد بربعة في واحد الوقت اللي قصير وهاد الشرح كيكون في فيديوهات ودي بي دي ايف وتيكونوا تنمنهاجية ديال الإجابة الطريقة على الأسئلة المحتملة اللي كينا دائما في الجيهاوي كيفاش تقدر تجاوب بطريقة صحيحة واللايفات اللي غدي تستفد فيهم من الإعادة ديال المراجعة كذلك وتوجيه بزاف ديال الأمور من بينهم تدعم إلا كانت شي حاجة هكا اللي محتاجها انتايا اللي يحب تسجل معنا يكون تكتيني على هاد الواتساب وانا غدي نقول لك جميع الأمور باش تدخل معنا عندكم ربعا ديال المواد الاجتماعيات التربية الإسلامية العربية والفرنسية شنو خصصكم تتاخدو في هاد الوقيت اللي بقعت اول حاجة تعرف المواد ديالك اللي عندك هادو بربعة شنو الدروس والأمور اللي خاصك تتاخدها فيها سواء بالحفظ أو الفهامة يعني اول حاجة هي تستر ورقات تعرف الدروس اللي عندك حسب الإطار المرجعي طبعا تاني حاجة هي الأمور اللي كاتحتاج منهجيات تخدم بها التمارين اللي كاتحتاج منهجيات كي بزاف للتمارين الإخوان فهاد المواد ده probعة كيحتاجوا منهجية اللي تخدمها بهم الطريقة الصحيحة يعني كندوي عالميبيانات ضروري منهجية اللي تصاب بهم مبيانات كندوي وعلا سياق التاريخي الإطار التاريخي كندوي وعلا مثلا في العربية النصوص كيف تجاوب على الأساليب المنهج هذه الأمور التي تحتاج منهجيات الخدمة التي تكتسبهم التي تتخدم بزاف هذه المنهجيات في بزاف الأسئلة سواء في الجهويات أو في الفورط فالإخوان مثلا يلقوا مشكل يكون عندهم مثلا يخدموا بزاف أو يحفظوا بزاف لا يجيبوا نقطة مزيانة غالبا عندك المشكل في المنهجية ما أدرتيها بالطريقة الصحيحة أو اللي جاوبتي بطريقة عادية اللي لم أخذتيش فيها الشروط باش تجاوب ثالث حاجة اللي تديروها هي التدريب على الجهويات يعني إلا كنت قد هكا أنك تدير جوجل جهويات في السيمانة مزيانة ما كنتيش جهوي على الأقل في السيمانة وكل سيمانة تكون فيها جهوي ديانه كل ما دمخ تالف على الأخرى باش تعرف على الطريقة للإجابة أولا على كيفاش كنت تتحطي للجهوي وتحيد شوية ديانسترس من جهته باش ماشي تطيح لي على الأغفلة ومتعرفش شنو فيه بالضبط تمشي وأنت عارف كيفاش كنت تحطي هذا ما كان الإخوان هالثمانين يوم اللي بقت كافية فيها بزاف ديال الوقت إلا كانت جسوية في النهار فيها مئة وستين ساعة إلا كانت ثلاثة سوية عبتاني تقريبا راهات مئتين واربعين ساعة كانت ربعة سوية لتمية وعشرين ساعة وانت غادي ولكن باش تبدأ بدا غيب ساعة بتبساعة وانت غادي وكتطلع جو سوية واللي قد يزيد سوية من بعد مزيانة ولوقيته اللي يكونوا عندك خاويين بحالشي عطلة بحالشي هكا حاول أنك تستغلهم تخدم سوية كتر وتكون مفرقة بطبيعة الحال فهذا الشي اللي بغيت نقول لكم فهذا المدات اللي بقات كافية كافية لإخوان وباقي الوقت باش تبدأ ترجمة نانسي قنقر